هجمة الشتاء ابتدت يلا دخل علينا هو اللي هو من أكتر فصول السنة تقريبا بتتكون فيها مشاكل البشرة ويمكن من أشهرها جفاف البشرة وللأسف جفاف البشرة من أهم المشاكل اللي بتأثر على شكلها بواجه عام سواء وشنا أو إدينا اللي هم متعرضين للجو يعني وجفاف البشرة مش المشكلة الوحيدة كمان اللي بتوجهنا في الشتاء في مشاكل تانية زي بها تاني البشرة فقدان نظرتها ظهر الخطوط والتجعيد الخفيفة نتيجة الجفاف وللأسف بتكون خطوة متعبة شوية اننا نلاقي نوع مرطب أو كريم مناسب لبشرتنا وحل المشاكلها في الشتاء لكن النهاردة حنسهل عليكم التعب ده وده لأن فيه كريم موجود اسمه بينكي قدر يحل مشاكل البشرة بكل سهولة وبطريقة مضمونة 100% وده اللي هنعرفه النهاردة مع دفتنا جميلة اللي منه أرانا دكتورة دينا بسود وانتي دايما بتجيب لنا كل جديد ينفعنا ايوه انا بحب أدلع ستات عمتا هم ستات بيحبوا يدلعون احنا منحب لتدلع طبعا مدام انتي جتي احنا تدلعنا أقوله ومنحاول دلعت الدلع معروف لا لا والتانية انا دلعني لو كنتش انت ادلعني انا هدلعني ايوه 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 بزرعة كده اه هي انا بحب الأمثال بتاعتها دي كوتشن هتخش في الموسوعات عارفة صح انا هدلعني وحجيب لي نفسي كريم بينكي عادي جدا بس بعد ما عرف ليه هيدلعني كريم بينكي كريم بينكي فعلا من اقوى مستحضرات التجميل اللي هيدلع الستات ويخلي الستات حلوة ويرجع الستات كتير ثقاطها بنفسها وتأفر هي هتبتدي من سن ايه هيدلعك يا سمين لانه اولا كل مكونات طبيعية واعتقد قبل الحلقة كنت قيلالي انك بتخافي جدا من اي كريم بتحطيه لان بشرتك حساسة فانا بقولك لا بينكي هتبتدي قوي قوي منه هتديك تلطيف عالي هتديك ترتيب عالي لو عندك اي تصبغات او بيجمنتشن موجود في البشرة هيعالجها هيقدر يعني بيجمنتشن دي زي مثلا انا عندي او الكلف اللي بيجي مع الحمج يعني ده اللي عندي ايجينج او ايجينج او شمس وعلى فكرة هو مش بس الكلف قلت كمان المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت قلت كمان النمش اه طبعا لان هو النمش فيجمنتشن بس دائم بيبنوع بشرة كريم بينكي هايل لعلاج النمش لان انا عندي مكونات بتشتغل على موضوع التفتيح انا عالطول بقول كريم بينكي بيفتح خمس مرات او خمس اضعاف اي كريم موجود في الماركت ده بس عشان الناس ما تقولك انا حطيتهم مرة وما فتحنيش لا لا انا ما بقولش مرة لا 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 انا بقولك ايه يعني احنا نستعمل نحس بالفرق بعد قد ايه من الاستعمالي اليومي بالنسبة للتصبغات انا ما قدرش اقولك هتستخدمي بينكي النهاردة الاسبوع الجاي مش هتلاقي نعمش لا هو ما فيش حاجة اسمها كده في كريم بينكي وكل بني ادم او كل بني ادمة استجابت بشرتها غير التانية طب خليني اأكد على كلمك بحاجة يا دينا احنا دايما نقول يا جماعة اللي بوزناه في سنين مش هيتعالج في اسبوع لا يمكن وبعروف ان حاجات الشعر والبشرة بتطول طبعا فانا من وجهة ناظري ما فيش كريم حتى ما هو مش لمسة نبي مش سحر لا طبعا مهما كان قوي مكلي مش هيبان نتيجة قبل شهر شهر ونصف من المواصبة في الاستعمال وانا طبعا بما اني عندي حساسية من كل حاجة في الدنيا الحمد لله الحمد لله الحمد وشكرا لك يا رب وبما اني زي ما انت فعلا كنت بقولك قبل الهواء على اقل الكريم لو مش حيفدني ما يدرنيش عشان انا بخاف قوي استعمل حاجات بشريتي كمان حساسة جدا ايه بتخاف من اي عاج بتخاف من الادوية لاني عندي حساسية من الادوية عندها حساسية من كل حاجة فعشان كده بحب قوي قد دايما اتكي على الجزئية اللي تهمني ويتهم يمكن الناس اللي زيه انه 100% طبيعي طبعا 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 طيب ممكن نفكر المشاهدين بمكوناته من اهم مكونات كريم بينكي او الحاجة المالبري مستخلص التوت عندي جوه كريم بينكي عندي العرق السوس الليكروش اكستراكت عندي الجرين تي الشاي الاخدر عندي الشيا بطر زبدة الشيا عندي بلاس الكاكاو بطر عندي مادة مهمة اوي اسمها الساليسين عندي مادة برضو مهمة اسمها السكوالين وطبعا عندي فيتامينز داخل كريم بينكي زي الفيتامين سي من اهم الفيتامينز اللي مسؤولة عن نظارة البشرة وعن الواندي بها تاني الشتة ده بقى طبعا مهمة قوي ان انا ابص على شكلي في المراية الاقي شكلي حلو وشي خالم العيوب يعني مش احطه فول ميكاپ وانزل واروح واجي ما انا كده ولا كده هرجع لو عندي تصبغات بعد ما اخسل وشي هتبان عندي فاين لاين صغيرة بعد ما اخسل وشي هتبان عندي بهاتان في بشرتها يبان لا انا بحب الستة تبقى جميلة ناتشرل يعني عندي سؤال هنا وانا شخصيا مش فهمها بس انا هقولولك لانه لفت نظري من مكونات بينكي ان من المكونات فيه لحق السفصاف السفصاف لحق السفصاف ده حاجة انه مفيد جدا جدا فانا عايز اعرف مين اللحق السفصاف ده ومفيد في ايه دي مادة مهمة قوي برضو موجودة في كريم بينكي مسؤولة عن التفتيح ومسؤولة عن الحق السفصاف اللحق هو الشرب تهت الشجرة الشر الشجرة والسفصاف ده الشجرة منكم مستفيد زي مش شعورك دكتور ليلى خبرة طبعا مدام ليلى مفروض نديها لقب دكتور على فكرة طبعا عايز اعرف طيب الحق السفصاف وفايدته للبشرة مفيد قوي للترتيب لتناعيم البشرة للانتي ايجينج لانه كله مدادات اكسادة يمكن معظم دكاترة التجميل بتقولك بعد سنة 25 لازم تحطي انتي اكسدنس طبيعي ان بشرتي بتتأكسد مع التقدم في الهوم طبيعي ان بشرتي هتتأكسد من عشاعة الشمس من الاكل اللي مش صحي من التلوث من التلوث من الحالة النفسية يا جماعة اللي احنا عديد كارثة احنا كلنا سبحانك يا رب والله سامحنا بس احمد ربنا بس احمد ربنا بقول الحمد لله اه والله احنا مستنين الشتاء يعدي بسلام عشان نسيطر على الكورونا الناس غزب على فكرة بنتي في أولا جامعة ابني ازداد المدرسة اه والله مشاهدين يعارفين الله اكبر ماشاء الله ولاد ابني على جميع الاعمار التوتر بس عايزة اقولك على حاجة احنا برضو الحمد لله يعني التوتر صح بس هناك مفضل ان برضو حطت لنا ربنا الايمان لان بره نسب الحالات الانتحار في زيادة غير عادية بسبب الاكتاءة بتاع الكورونا ما هو ده قصدي انا قصدي الناس انها بمئن نفسياتها وحشة وبمئن بيعودوا شوية على احنا بنعتمد على ان مشاهديننا من الناس العقلين اللي ما بيخرجوا شغل الخروجات المهمة فبردو الترسيب ممكن يفيد شوية كلنا حاسين ان احنا عجزنا والله بجد حاسين ان احنا عجزنا قبل الاواني بتبصي للمرأة بتتخضي يمكن انا كتير لما على فكرة كلنا عندنا مشاكل نفسية مش نفسية ضغوط نفسية ضغوط حياتية فبيقدي الى شوية اكتئاب وشحوب فكل الحاجات دي فعلا بتأثر على الوش ده قصدي بالضبط حجم دايقاني بصحة من هما لقي وشي مقفول ده فعلا شعري ما بتسرحش يعني حتى الشعر بتلاقيه ملبك في بعض طيب انا زي من انت قلت احنا دلوقتي لازم نقعد فترات طويلة ونمشي على الاحترازات اللي احنا بنعملها من قول المطلوبة من بياني ودخلينا على فصل الشتاء مش معلن ان انا قاعدة في البيت محتمش ببشتي يعني يقول لك ايه لا احسانا ما عنديش شغل او مثلا ايه عادة سعجبة لا الناس يتقيق لان طول ما هي عادة في البيت مش هتتأثر البشرة لا بتتأثر التراب بيخش البيت من هاوي البيت التراب بيخش توكسنز بتخش بنقف في المطبخ كتير بيطلع ابخيرة بيطلع حاجات طبعا بتتأثر لا وكبان تبقى وتبقى عادة حلوة ان انا مدام قاعدين في البيت ندلع نفسنا طبعا يعني ما اغسل وشي الصبح واحط الكريم بتاع بينكي شفتي واحس ان انا وردت معجبة باسمه اوي حط بينكي اورد على طول فعلى قالت بقاعدتنا بفايدة يا جماعة صح صح والمهم اوي ان كل البنات تهتم ببشرتها يمكن بنات صغيرة في السن تقول لك لا 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 انا هحط كريمات لي دلوقتي انا وشي حلو مش محتاجة الكلام ده لما اكبر وليه استنى لما الاقي مشاكل ادعس لما المشكلة بتطلع بتطلع فجأة اها ليه المشكلة التصابعات بتطلع فجأة التجعيد بتطلع فجأة ليه كلام ده بيحصل لان نقص الكولوجين تحت البشرة بيبقى حاجة اسمها تراكمي يعني انت احنا عندنا في طبقات الجلد السفلية فجأة بيحصل نقص للكولوجين ما بيبانش على الطبقة السطحية ما بتبيش عارف ان عندك نقص فايتامينز نقص كولوجين نقص مينيرلز ما بيبانش على الوش وهو امريرلز مرونة بتاعت الجلد طبعا طبعا لان جزء ممكن اه يعني كولوجين عشان مش بيبان لانه في البشرة الداخلية نمال اللي بيبان بقى ان ايه مفيش مرونة في الجلد طبعا مفيش خلاص بتروح طبعا كريم بينكي مليان معادن مليان مينيرلز مليان زينك طب الاستن والكولوجين والحاجات اللي بقينا نسمع عنها مؤخرا هل دي من مكوناته برضو ولا هو 100% طبيعي 100% طبيعي 100% ناتشرال وعندي مكونات داخل بينكي بتحفز على انتاج الكولوجين زي فيتامين سي زي الشيا باتر زي الكاكاو باتر انا مبسوطة انه مختلف لانه دلوقتي بقي الدباجة اي حد بيبيح حاجة ويقولك وإلاستن وكولوجين وبلا بلا 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 فعما قضي فبالعكس انا مبسوطة انه ما فيهوش الحاجات الدرجة الكوميرشل اللي كل الناس بتتكلم فيها دلوقتي لا لا ده طبيعي مياه اللي هي سؤال بقى عشان ده خاص بي زي مع البشرة الحساسة بتاع تسمين انا اللي ينفعل تحت العين هايل لان انا اتعقدت خلاص من الموضوع تحت العين مش حضرتك والله بس مش هلاكسودة انما الكراميش تبتد تدايقني بقى كريم بينكي هتتبستي من اتكتو جدا تحت العين لان تحت العين فاري سانستيف اريا هو ده يعني محدش يحط حاجة تحت العين لمجرد التجربة لان لو حصل مشكلة من اي كريم بتاخدي وقت طويل جدا في علاجه وبتاخدي فلوس كتيرة جدا عشان تعالجي المشكلة كريم بينكي نقدر ننقط فيه عند العظمة وحوالين العين كله لان ساعد بيبقى فيه اسمرار فوق هتلاقي ترتيب مهم اول حتة دي تترتب يمكن اكتر حاجة انا يعني بحطيلي حتى زيت وبرده مش نفع لا ما تحطيش زيت زيت بيسد المسام خلي بالك والحتة دي حشاسها اول حطي كريم بينكي لان كمان هو فيه مادة يمكن ما تكلمتش عنها الحلقة اللي فاتت اسمها السكوالين السكوالين دي ناتشرا الليبيد يعني دهن طبيعي بيبقى موجود برضه في الحتة دي وموجود تحت جلدنا مع التقدم في السن والأيجينج بنفقده فبتلاقي الحتة دي خست قوي عندك بتلاقيها بتخش الجوه بتخش الجوه بالزبط السكوالين المادة الناتشرا الليبيد الدهنية الطبيعية الوحيدة اللي إتس ناط هيفي ليكويفايد خفيفة مش تقيلة فما بتصدش المسام ما بتصد وما بتحسش كتش حاجة كريمي فدي المادة الوحيدة غير اي لبيد ان المادة دي وطري معناها لبيد ففيريو الابزورد يعني سريعة الامتصاص جدا طب احنا كنا قولد يا دينا لحلقة اللي فاتت انو هتكلمين عن ازاي ممكن ان اللي قد ايهو مفيد كمان لتفتيح المناطق الحساسة فعايزين بردو نتكلم في الموضوع ده كريم بينكي هايل لتفتيح المناطق الحساسة زي تحت الابط احيانا كتير بتلاقي البنت زي الامر بس خلاص ركزت عندها بقع صوتها تحت الابط مش حلو يعني لازم البنت تركز في تفاصيلها كلها مش بس هنتركزلي في الوش ويا جماعة ما ننساش الرقبة الرقبة كريم بينكي هايل فمش هينفع ان انا ركز في وشي واسيب تحت الابط اسيب شعري رقبتي يمكن بنات كتير باشوفها في الصيف خارجة معايا قاعدين في كافيه فلابسها مين يجوب ولا حاجة ولابسها كلها اول جينزات المقطع اول جينزات اول الله لانها بتبقى فيها برضو لونها مش متوحة على فكرة انت قلتي حاجة مهمة قوي عشان برضو انا ساعات لما بيبعتودي كاستايلست يسألوني هو يا جماعة اهم مشكلة او اهم حاجة بتخلي الكوع والرجبة وتحت الدراع يعني منطرة الابط الابط دي بتغمق ان احنا ما بنرتبهمش اللي الترتبهم بيساعد على بيخلي ستافي يزيد وبيخلي الاسمرار يزيد فهو لو دايما من العادة وكاسم الكريم ده ايه حطي على وشك ورقبتك ونزلي على الكوع والرجبة بالمرق يعني حلوه كمان ان عندي منتج واحد يعني عادة ده ده مش عارفة الفيس ايه انما ده بينفع في كل حاجة في كل حاجة ومناسب جدا لتحت الابط لان يمكن تحت الابط اكتر حتة في حالين عوضت تحت الابط فاحيانا انواع معينة من مزيل العرق بتعمل التهابات وبعدين بيظهر فيها عرق والعرق فيه ملح كل ده بيغمق زيادة واحيانا طريقة ازالة الشعر بتقنيات مختلفة احيانا بتعمل تصبغات والتهابات وحروق يبقى نقدر ان نستعمل بينكي بيرتب جدا مرسي جدا دكتور دينا بسودنا وارتينا دايما والحديث بقية دايما معاك اكيد اكيد واحنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع على طول اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة